أعرب الرئيس عبد الفتح السيسي عن أمله في أن تستمر الهدنة الإنسانية في غزة من خلال تسليم مزيد من المحتجزين لدى حماس وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء أسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية شدد رئيس السيسي على ضرورة إدخال مساعدات غذائية وطبية لإعاشة 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة شرر رئيس السيسي إلى استشهاد ما يقرب من 15 ألفا من المدنيين بينهم أطفال ونساء منذ السابعين الأكتوبر الماضي تناولت مباحثاتنا خلال هذا اليوم الحقيقة مرحلتين المرحلة الأولى بتتعلق بالتطورات اللي بتتم خلال هذه الفترة في القطاع من مواجهات عسكرية موجودة والنتائج اللي بتتم على الأرض فيها والإجراءات اللي إحنا محتاجين نتحرك فيها بفعلية أكتر وإحنا هنا بنتكلم على آه إحنا النهاردة بنتكلم على هدنة يعني مؤقتة اللي منذة 4-5 أيام ونتمنى أنها تزيد من خلال آه تسليم مزيد من الرهائن والأسرة اللي موجودين لدى حماس وأيضاً إدخال المزيد من المساعدات وهنا أنا بتكلم على أن إحنا محتاجين ندخل مساعدات أو إدخال مساعدات لأعاشة 2.3 مليون إنسان 2.3 مليون إنسان محتاجين كل شيء من المية للأغذية للمواد الطبية لكل شيء عشان تقدر نتيجة الحصار المفروض منذ 7 أكتوبر وحتى الآن إحنا بنتكلم على ناس بتعاني في القطاع من عدم وجود مياه مياه الشهر بصالحة مفيش أغذية مفيش مواد طبية وطبعاً تحت القصف اللي أفرز سقوط حتى الآن ما يقرب من 15 ألف 15 ألف من المدنيين منهم أكتر من 5500 من الأطفال وأكتر من ألفين من السيدات